السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر فطيرة تجي رائعة لديدة سهلة واقتصادية وتتحضر في وقت واجيز تبعوا معايا مراحل التحضير ويلا نبدأوا على بركة الله بالنسبة المقادر غد نحتاجو ميتين وخمسين ميليليتر دي الماء دافئ غد نحتاجو ملعقة كبيرة دي الخميرة الفورية وغد نضيفو عليها السكة الخشن جوج معلق كبار دي السكة الخشن وغد نخلطو جيدا غد نضيفو بيضة وغد نخلطو جيدا لهاد الشكل هذا غد نضيفو جوج معلق دي الزيت المائدة غد نضيفو القليل من الملح الملح تيبقى حسب الطوق سفي غد نستمرو في الخلط المواد اللي عدنا غد نضيف الدقيق الابيض هنا يضفت ربعة دي الكيسان دي الدقيق الابيض سفي غد نبدا نضيف بالكمية بالكمية حتى نجمع العجين ديالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 غد نغطيها بالبلاستيك الغدائي ونخليها تختمر مدة نصف ساعة العجين هيا خمرات ستجيع لها تشكل هذا غد نوضع شوية ديال الدقيق فوق مكان العمل وغد نوضع العجين على هات الشكل هذا وغد نحاول نسرحها وانو نسرحها على شكل دائري على هات الشكل هذا نبسطها جيدا عندي هنا يطاوة وضعت عليها الورق الغدائي وغد نوضع العجين ديالي او الفطيرة غد نوضعها على هات الشكل ونقرسها جيدا سافي دا بغد ناخد واحد سكين يكون حاد وغد نحاول نفلحها على هات الشكل هذا وما نوصلش للسكين حتى التحت غي في غي وسط العجين فقط ما نحاولش نهبط السكين حتى الطاوة سافي غد نحاول ندير على شكل مربعات هدي هنايا جوج معالق ديال الزبدة المدابة بحرارة المطبخ غد ندفع عليها جوج فصوص ديال التوم اللي حكيت وغد ندفع عليها شوية ديال الزعتر وغد نخلطهم مزيان مع بعض على هات الشكل هذا من بعد ما دهنت وجه الفطيرة ديالي كامل غد نوضع الجبن اللي قطعته شرائح طويلة غد نوضعه وسط دوك الفلحات اللي درت بالسكين وبالنسبة للجبن اختياري أنا هنايا استعملت الجبن الأحمر تقدروا تستعملوا أي جبن متوفر سافي غد نستمر على هات الشكل هذا حتى نعمر دوك الفلحات اللي درنا في الفطيرة سافي غد نخلي الفطيرة ديالنا تختامر مدة ديال نصف ساعة بما أنا عندنا جو بارد سخنت الفرن وغد ندخلها باش تختامر ليه بسرعة الفطيرة ديالي اي خمرات غد ندخلها الفرن اللي شعلته من قبل على 180 درجة غد نشعل عليها من تحت حتى تطيب من تحت ونشعل عليها من الفوق تحمل ليها من الفوق بعد انتلاقها الفطيرة بعد ما خرجناها من الفرن تجيء عليها تشكل هذا تجيء رائع ديدة وسهلة واقتصادية وتتوجد في دقائق تجيء لها تشكل هذا من الداخل بقى سخونة نتمنى يعجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر